اشتركوا في القناة وكتب ادهم محروس منشور عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك واللي قال فيه الله قدر هذا والله كفيل به ان لله وانا اله راجعون توفي الى رحمة الله تعالى والدي وسندي واللهري في الحياة وقال ادهم محروس العزاء يوم الاربعاء في مسجد الكواكبي العجوزة عقب صلاة المغرب ان شاء الله ارجو كراءة الفاتحة على روح فقيدي وكانت نعت مي محروس ابنة الفنانة نادية العراقية والدتها بمناسبة ذكرى وفاتها يوم 16 مايو اثر اصابتها بفيروس كورونا المستجد وكتبت منشور على حسابها الشخصي بالفيسبوك وقالت بعد وفاة امي ايقنت ان الفواجع بتبقى كما هي ولو مر عليها ظهرا وان الحزن على الراحلين لا يموت واستكملت كلامها وقالت اليوم تجددت ذكرى رحيلك ها هي مرت فترة الموت سنة على تاريخ وفاتك مضت بالدنيا وكأني فقدتك بالامس امي لا اقصد بها ان اوجع او اجرح احدا او احيي ذكرى مؤلمة لاحد ولكن الحقيقة التي لا بد ان يعلمها الجميع اني ساكتب عنها دائما ساكتب عنها حتى اخر انفاسي وعشان تعرفوا كل الاخبار اول باول تابعونا على قناتنا وما تنسوش اللايك وشير